لن نتكلم عن يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر لنتحدث عن هذه الأيام المباركة نعم الله سبحانه وتعالى هذا الركن الخامس ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وبني الإسلام على خمس من هذه الأركان وحج بيت الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا من أيام الحج يوم التروية يوم التروية هي يوم ثمانية يوم الثامن من زي الحجة يوم التروية سمي بيوم التروية لأنه أصلا في السابق الناس كانوا يأتون إلى الماء يعني يرتون هنا استعدادا للنفرة إلى عرفة يعني كانوا يمكثون في مينة ويعبون المياه للرحلة يرتونها ثم ينتقلون أما الآن طبعا الأوضاع اختلفت الأوضاع الآن اختلفت المملكة عندهم أجهزة مخصصة سموها سقيا سقيا الحجيج نعم وفرت كل الجهود المياه النقية المياه التحلية يقدمونها للحجاج يعني الحاج حسا حاليا لا يحتاج إلى أنه مثلا يأخذ مياه في الحاج كأيام التروية في السابق صحيح المملكة الآن تقوم بهذا الدور على أكمل ما يكون صحيح